موسيقى يا صباح الورد والفل والياسمين والتفائل على كل اللي بيشوفونا على شاشة قناة تن في مصر وفي الوطن العربي وفي كل مكان في العالم صباحكم زي الفل بنبدأ معاكم الأسبوع مع صباح الورد اللي بيكون يوميا من السطل الأربع من تسعة لعشرة ونص صباحا وطبعا معنا مجموعة من الأخبار هتكون طبعا متنوعة ما بين المحزن للأسف والمفرح والإيجابي لكن خلونا نبدأ حالتنا زي ما إحنا دايما متعودين بالموجز الإخباري والموجز الإخباري مع زميلي محمد الرمحي وصباح الورد عليك يا محمد صباح الورد عليك يا مهلا بكم مشاهدين إلى موجز الأخبار أعربت الخارجية عن رفضها التام لما تضمنه البيان الذي أدت به عدد من الدول في مجلس حقوق الإنسان من حديث مرسلة تستند لمعلومات غير دقيقة هذا ومن المقرر أن تلقي مصر من خلال بعثتها في جنيف ببيان أمام المجلس لتسليط الضوء على أوجه القصور والممارسات التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان داخل تلك الدولات أعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن استهجانها لنهج تناول الأوضاع الداخلية لمصر وفقا لمزائم ومعلومات مرسلة بخصوص حالة حقوق الإنسان مؤكدة أن جهود مصر في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والابتجار بالبشر تأتي انطلاقا من إيمان الدولة المطلق بحقوق الإنسان أكد مصدر رسمي أن القاهرة تتوقع من أي دولة تتطلع إلى أقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وأن تكفع محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة جاء ذلك تعقيبا على ما يصدر من تصريحات من مسؤولين أتراك في الأونة الأخيرة أعلنت وزارة الصحة عن خروج 511 متعافية من كورونا من المستشفات بعد تمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 146.434 حالة فيما تم تسجيل 639 حالة إصابة جديدة فضلا عن تسجيل 45 حالة وفاة جديدة أكد رئيس المجلس الرئاسي ليبيل جديد محمد لمن في أنه سيعمل على توحيد المؤسسة العسكرية على أسس مهنية وسيواصل دعم جهود اللجنة العسكرية 5 زائد 5 متعهدا بتوفير الظروف للحكومة لمباشرة عملها بسرعة دعا مجلس الأمن الدولي في إعلان تبناه بالإجماع إلى سرعة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا مرحبا بالثقة التي منحها البرلمان الليبي للحكومة الانتقالية مطالبا إياها بإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة رفضت ميليشيا الحوثي مقترح الحل الذي طرحه المبعوث الأمريكي لليامنتيم لندر كينجا ووصفته بالمؤامرة غير المقبولة على حد قولها معتبرة أن الولايات المتحدة قدمت خطة أقل مما قدمها المبعوث الأممي مارتين جريفث تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد تفويد قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال أميسيوم حتى ديسمبر داعيا سلطات هذا البلد إلى إجراء انتخابات دون مزيد من التأخير حسب ما أعلنت الرئاسة الأمريكية للمجلس قررت الولايات المتحدة استمرار تعليق المساعدات المقدمة لإثيوبيا لمعظم البرامج في قطاع الأمن بما في ذلك المتعلقة بالصحة العالمية والأمن الغذائي وذلك نظرا للوضع الراهن في إقليم تيجري وعملية التطهير العرقي هناك اعتزم مشرعون أمريكيون من الحزب الديمقراطي بدأ العمل خلال أسابيع على تشريع لتعديل تفويد استخدام القوة العسكرية الذي استعمله رؤساء من الحزبين على مدار عقود لتبرير هجمات على أهداف خارج البلاد تستطلع دار الإفتاء المصرية وعقب صلاة المغرب هلال شهر شعبان لعام 1442 هجريا يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة الحادية والعشرين صباحا بتوقيت القاهرة المحلية إلى الخبر الأخير حيث حذرت هيئة الأرصاد من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد اليوم حيث يكون التقص مائلا للبرودة إلى معتدل بالقاهرة الكبرى بينما يكون مائلا للحرارة بأقصى الجنوب وبارد الليلا شديد البرودة بوسط سيناء ومرتفعتها الجنوبية ختم الموجز وعودها إليك ماها لبدء فقرات صباح الورد بشكرك شكرا جزيلا زميلي محمد الرماحي الأهلاوي الفريق الأهلي معدي الزمالك بين 111 هدف بصوا يا جماعة صباح الورد عليك صباح الورد يا بختكوا بالأهلي برضو تاني الحمد لله حظيظ عايز أقولكم بس حاجة أنا طبعا طول الوقت كنت بتكلم يعني على أن أنا زمال كوية جدا وسنظل أوفياء وكده فأنا من النهاردة أنا بعلن أن أنا انتمائي بعد كده لللعبة الحلوة أنا خلاص قررت ما بقاش أوفياء لأي حد أنا بشجع اللعبة الحلوة علشان برضو صحتي ما بتستحملش يعني الواحد بيكبر في السن وكده فصحيته مش هتستحمل عموما تعالوا نشوف مع بعض فقراتنا الحوارية هتكون إيه النهاردة ونرجع مرة تاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بحضراتكم من جديد في البداية إحنا بننعي الشعب المصري والأسرة المصرية في وفاة ثلاث شخصيات مبارح وهم شخصيات مهمة جدا شخصيات وطنية بامتياز وقدمت للوطن كتير جدا من الجهد والتعب عملوا كتير لصالح الوطن سخروا المجال العملي بتاعهم لخدمة الوطن ككل أولهم الإعلامية الكبيرة القديرة والرحلة اللي كلنا تعلمنا منها الجيل بتاعنا ولزال إلى الآن ما سبيره زمان دائما يتذكر العمالقة في مجال الإعلام الإعلامية ملك إسماعيل واللي بتعتبر من الجيل الأول في التلفزيون المصري حنقول نبزة كده مختصرة عنها تولت ملك إسماعيل العديد من المناصب من أول ما اتخرجت من كلية أداب قسم صحافة اشتغلت في التلفزيون مع الإعلامية القديرة همت مصطفى في القناة الأولى والإعلامية أماني ناشد في برامجها وكان أول برامج الإعلامية الرحلة هو لقاء كل يوم تخصصت وقتها في فقرات الشارع كان برنامج في دائرة الضوء بمثابة شهادة ميلاد حقيقية للإعلامية الرحلة شهد عدد من الحوارات مع عدد من المشاهير أبرزهم الأديب يوسف السباعي وكان برنامج على الطريق من أبرز محطتها في البرامج وكمان برنامجها الشهير سلوكيات اللي أنا أتذكره جيدا منذ طفولتي واللي استمرت فيه تقديمه حتى نهاية عملها في التلفزيون المصري رحم الله الإعلامية القديرة الشخصية التانية الشخصية مهمة جدا في الحقيقة وهي شخصية صحفية مرموقة وهو الكاتب الكبير عباس الترابيلي أحد أشهر كتاب مصر في العقود اللي فاتت كان اللي ما يعرفوش طبعا من الجيل الجديد هو كان بيكتب مقال مستمر في جريدة الوفد والمصري اليوم شخصية لها حس فكاهي كبير وكان من أشهر أبناء محافظة دوميات اشتغل الرحل الأستاذ عباس الترابيلي رئيس لتحرير جريدة الوفد عام 1998 لي العديد من الكتب التاريخية من أهم أعماله أحياء القاهرة المحروسة وغرائب الأسماء المصرية والعربية واللي أنا في يوم من الأيام اتشرفت باستضافته على التلفزيون للنقاش حول هذا الكتاب ومن أقصى الغرب إلى أقصى الشرق طبعا الاثنين توفوا نتيجة فيروس كورونا العين ربنا ربي ريح البشرية منه سريعا تالت شخصية هي الحجة زينب وهذه السيدة العظيمة اللي تبرعت لسندوق تحيا مصر بالحلق بتاعها واللي بسبب هذا التبرع استقبلها الرئيس عبدالفتاح السيسي وقتها بنفسه ولما توفيت مبارح رحمة الله عليها الرئيس طلع نعا هذه السيدة العظيمة باعتبارها سيدة ضربت مسل عظيم في الوطنية والانتماء وده بسبب وقفها بجنب بلدها وتبرعها بحلقها وقتها في عام 2014 واللي ابنها كمان ذكر ان هي طول الوقت كانت بتدعي للرئيس عبدالفتاح السيسي لحد آخر لحظة في حياتها يمكن دير سالة مهمة جدا من القيادة السياسية ومن رئيس الدولة بتقول ان مصر ما بتنساش اللي بيقف معاها مصر ما بتنساش اللي وقف في ظهرها وفي نفس الوقت على فكرة مصر برضو ما بتنساش اللي وقف ضدها خلونا دلوقتي علشان نروح نشوف ابرز الاحداث والفعليات اللي هتتم النهاردة في مصر ونرجع مرة تانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بحضراتكم من جديد امبارح في الحقيقة كلنا شفنا فيديو على كل المواقع الالكترونية للجرائد الرسمية والخاصة كمان مشهد في الحقيقة يعني مش دارج بالنسبة لنا مش متعودين عليه وهو اللي قامت به قوات الامن وهو هدم عقار في صلق المخالف اللي فضل مشتعل لأيام طويلة أو يمكن سبع أيام الهدم كان لابد طبعا منه انه يتم بهذا الشكل للحفاظ على ارواح المواطنين اللي بيمروا بشكل يومي من الطريق الدائري وبسبب جيران العقار المهمة فيه الموضوع ده ان احنا لازم ناخد بالنا من العقارات المخالفة وان ده رسالة واضحة وصريحة لمصير اي شخص تسول له نفسه انه يستولي على ارض من اراضي الدولة بلا حق انه يبني عقار مخالف انه مهما عملت العقار مهما عملت برج يعني احنا بنتكلم على العمارة كبيرة مش اربع خمس ادوار او حتى اخترت مكان حساس زي المكان بتاع هذا العقار اللي هو تقريبا قريب جدا وملتصق بيه الطريق الدائري برضو حيتم تنفيذ القانون وحيتم وضعك تحت طائلة القانون احنا بنطالب اي حد يشوف مصانع او مخازن موجودة بالمخالفة لقواعد الامان والسلامة لان دي حياتك وحياة ولادك يبلغ عنها فورا للحفاظ على الارواح ويعني روحك وارواح كمان كل المواطنين عموما خلونا نتكلم في هذا الموضوع وملف العقارات المخالفة التعامل الامثل مع هذه المخالفات من ضفنا اللي معانا على الهاتف الكاتب الصحفي الاستاذ محمود عبد الراضي اهلا بك يا استاذ محمود اهلا والسلام حضرتك يا استاذ محمود وكل استاذ مشاهدي يعني وحنا بنشوف هذا المشهد وبنشوف كمان يعني اقولك الاحتراف في تنفيذ هدم هذا العقار من قبل طبعا رجال الامن بنوجه لهم كل التحية لانه وضع العقار كمان يعني جغرافيا حساس جدا بالفعل فندم يعني زي ما قلت حضرتك في مقدمتك الرائعة ان فعلا كان لابد ان يكون يعني هدم العقار بهذا المشهد وهذه الاخترافية الشديدة لان العقار ملاسق للدائري العقار بين وبين الطريق الدائري لا يتقطع ثلاثة متر وطول العقار اللي بيبدو خوالي 14 طابق لابد نتكلم عن العقار في 108 شأة عقار ضخم جدا هدموا بالطريقة البدائية كان هيتثبت في كوارث كوارث لي الطريق الدائري اللي بيمر عليه ملايين العربيات يوميا كوارث لي العقارات الأخرى الملافقة لي تماما فكل دا كان في حسبان إيجاة المعنية اللي نفذت الإزالة بالديناميت بطريقة احترافية خلال دقائق بسيطة كان العقار على الأرض دون أن يتسبب في أي مشاكل سواء للجبال أو للمواطنين أو أي إصابات في دقائق معدودة هو العقار على الأرض كم ديزة مقولت حضرتك رسالة واضحة ورسالة قوية للفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإلكترونية أي حد مخالف أو أي مخالفات مهما تصرف من أموال هيكون مصير العقار تقديراً للمختصين اللي قدروا قيمته بحوالي 50 مليون جنيه أو أكثر من 50 مليون جنيه في أقل من دقيقة كان هذا العقار على الأرض يعني يمكن ده السؤال بقى اللي يهم يعني كل المواطنين وخصوصاً يعني قاتني العمارات اللي كانت جئنب أو حول هذا العقار هل العقار ده ليه أثر على المباني المحيطة؟ يعني بالفعل يا فندي مبارح كان فيه لجان مختصة وبعد الانتهاء تماماً من إزالة العقار تم التأكد من سلامة كافة العقارات الموجودة بجواره ولم تتأثر بأي شكل من الأشكال لأنه زي ما قلت لحضرتك تم تجهيز لعملية الإزالة قبل عدة أيام باحترافية شديدة من قبل رجال الأمن اللي استطاعوا أن ينفذوا هذه العملية باحترافية شديدة وما سمى لا توجد أي أضرار في العقارات المجورة طب هاي يعني دلوقتي أصحاب يعني الشؤة اللي كانوا موجودين في العقارات المحيطة يقدروا يرجعوا بقى بيوتهم إمتى لأنه يمكن ده كان تساؤل في الحقيقة وكان فيه ألأ طبعاً لأنه كل واحد أثناء يعني إخلاء العقار اللي قعد عند قريبه اللي لسه مش مستقر في مكان معين فالناس تقدر ترجع بيوتها إمتى؟ يعني أنا عايز أقول لحضراتي الناس فجأت لبيوتها بالفعل وبعد دقائق معدودة من الإزالة الحياة عادت بشكل طبيعي حتى الطريق الدائري تم فتحه بعدها بدقائق كان فيه موجود يعني كميات من الأكريبة تصاعدت نتيجة التفجير العقار بعد ذلك كانت موجودة يعني بعض السيارات المختصة نزالت أزيل الأكريبة وعادت الطريق الدائري إلى ما كان عليه كمان الأهالي بدأوا يرجعوا بشكل تدريجي بالأمس منذ إزالة هذا العقار والحياة عادت لهذه المنطقة اللي توقفت فيها الحياة بعض الوقت بسبب هذا العقار احنا تعرف حضرتك أن النيران ظلت مشتعلة به أكتر من ثلاث أسابيع احنا متكلم عن 22 يوم كانت النيران مشتعلة به وده بيدق نقص الخطر حول يعني زي ما قلت حضرتك العقارات الأخرى اللي بتستخدم البدروم أو دور الأرضي لمصانع غير مرخصة والحقيقة منطقة فيصل مليانة مثل هذه العقارات اللي فيها يعني مصانع بدائية غير مرخصة وهنا يكمن دور المواطن يعني مفترض يبلغ الجهات المعنية خاصة أن محافظة الجيزة بادرت ويعني أعلنت عن أرقام لإبلاغ عن مثل هذه المصانع وهذه المخالفات لأن المواطن وعين الأجهزة المعنية هو يعني اللي بيمسوا هذا الضرر بالشكل المبدي طبعا يعني هل في توجه بعد كده لنسف أي عقارات مخالفة بهذا الشكل يعني فأنتم أعتقد أن أي عقار بهذه الصورة وبهذه الوضعية خاصة الموسط الكتل السكنية وخاصة العقارات المرتفعة لطوابق عديدة زي عقار فيصل أعتقد أن السيناريو دا ربما نرىه يتكرر خلال الأيام المقبلة خاصة بعد النجاح الكبير في إزالة هذا العقار في دقائق معدودة دون أي وجود أي خسائر أعتقد أن السيناريو دا سيتكرر خلال الفترة المقبلة لأية مخالفات بهذا الشكل كمان بيكون فيه رسالة قوية من خلال تداول صور أو فيديوهات لإزالة بهذا الشكل رسالة قوية لكل من تصول لو نفسه ارتكاب مثل هذه الأقطاء ومخالفات إن مصيره هيكون مثل هذا العقار وده بيكون بمثابة ردع لهؤلاء الأشخاص أكيد أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا للكاتب الصحفي محمود عبد الراضي ولكن لا يزال الجميع فيه انتظار يعني تطبيق ماذا سيحدث طبعا يعني هو تم القبض بالفعل على صاحب هذا العقار المخالف لكن أكيد هو ما عملش العقار ده لوحده يعني أكيد فيه أياد أخرى فاسدة كانت معاونة ليه وساعدته على أنه ياخذ الحتة الأرض دي في المكان ده ويبني عليها هذا العقار في فترة مثلا كان زي ما بنقول فيه انفلات أمني أو غيره الفترة العصيبة اللي كانت بتعدي بيها مصر فأكيد كلنا في حالة ترقب لمتابعة سير التحقيقات في هذا الشأن مع هذا المعتدي ننتقل لخبر آخر ومبارح وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة نيفين القباج أكدت أن متطوعي الهلال الأحمر هم خيرة الشباب في مصر وإن ليهم جهود ممتازة جدا في مواجهة الأزمات والكوارث وزيرة التضامن أكدت أن الهلال الأحمر المصري بيلعب دور جوهري في كافة الأنشطة اللي بيواجهها وفي تنصيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بشكل مستمر لمساعدة الجميع زي ما حصل على سبيل المثال في أزمة السيول العام الماضي خلونا نستقبل كمان اتصال هاتفي من دكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر أهلا بحضرتك يا فندم أهلا وشهلا يا فندم ورحنا وشهلا بالسادة المستمعين عايزين في البداية نتكلم عن جهود الهلال الأحمر المصري الفترة اللي فاتت يا فندم زي ما حدرتك عن فنزل الأحمر المصري من ضمن عمله هو مساندة الدولة ومعاملاتها في إدارة الأزمات والكوارث كان لنا طبعا الفترة اللي فاتت تدخلات كثيرة وأثناء تدعيات كورونا كل دوت تم من خلال المتطوعين المدربين اللي تم بضرهم عبر سنين وتم تدريجوهم وإضافت برضو بعض الأجزاء الجديدة في عملهم زي عمليات السعقين والسطير زي توزيع المساعدات الوزائية والإنسانية زي توزيع المواد اللي هي علاقة بالنظامة الشفرية زي الكحول والصابون كل دوت تم من خلال المتطوعينها الأحمر المصري في أكتر من 27 فرأة قادرنا نوصل لأكتر من 2 مليون مستفيد اللي تضرروا من ضراء كورونا طبعا كان عندنا بعض المستشفيات اللي تم تجهزها كعزل زي المستشفيات في محافظة الشرقية وفي محافظة الكيوم كل دوت طبعا كان بيدار من قبل الجهاز التنفيذي في جماعة الأحمر المصري وتحت إشراف وزيرة الزامن الانتماعي نعم عايزين كمان نتكلم أكتر عن تعامل الهلال الأحمر المصري مع الأزمات والكوارث المختلفة السوق مش وضحة فلن ممكن يعرف سؤال نعم دكتور رامي حضرتك سمعني يعني عايزين برضو حضرتك تقول لنا تشرح لنا أكتر وتوضح للمشاهدين كيفية التعامل أو تعامل الهلال الأحمر مع الأزمات والكوارث المختلفة في ظل جائحة كورونا وخصوصا أننا دخلين في السنة التانية من هذه الجائحة اللي ألقت بظلالها السوداء طبعا على يعني كل جوانب الحياة البشرية لا السؤال مش واضح ممكن يعادته ثاني معلش الشبكة بحشية هو حضرتك سمعني كويس هل الشبكة فيها مشاكل عند حضرتك طيب نحن يعني بنشكر حضرتك دكتور رامي النظر المدير التنفيذي لهلال الأحمر وإحنا طبعا بنعتذر عن أنه واضح أنه الشبكة يعني فيها مشاكل شوية فمش عارفين نتواصل بشكل جيد طبعا زي محضرتكم متعودين دايما معنا وإحنا كمان متعودين معكم نحن بننهي الجولة الإخبارية بخدمات صباح الورد اللي بنقدم لكم فيها أهم أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية الدهب والعملات وبعدين هنرجع لكم بأول فقراتنا الحوارية تابعونا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في قناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من أنه يعني أقف قصاده يعني أو أقول له لأ أو كده وأنا كنت فاجره ما يعني بيذكره يعني مش بعدين إيه إبرام قال لي ده أنا موضوع كذا 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 يعني ما معرضته سد دائما يعني أنا مؤمن أن أي حد عنده مواهبة فقد نحن نساعده أنه ينميها يعني بس مش على حساب شغله طب حضرتك كنت أي نوع من الأباء يعني أنا دائما أعرف أن الدكتور بيبقى قوي حريص على أن أولاده يبقى دكاتر خصوصا لو عنده عيادة يقول لك ده بزنس وأنا عايز حد يحمل اسم يمشيله هل كنت من نوعية هذه الأباء ولا هو بالفعل بيحب الطب وكان عايز يطلع زيك هو كان بيرديني سريح يعني هو متفوق وكان يمسي عرف أن أنا أطلع طب هو غاوي طب يعني هو كان شاطر يعني هو بيحب الموضوع مش مجرد بس مش مجرد أنه يرضينا لا خالص بس ما نخدش شايف أنه يعني بيطلع بينجح وبينجح بتفوق وما بذكرش كتير حقيقة ما شاء الله آه صدقين حتى من السواء العام هو كده طب ما كنت متطمن عليه يعني أنا أقول كويس وماشي يعني ماشي في حياته كويس وكل حقيقة وبعلم حتى في التمثيل بتاعه هو بيحب الورد والفن جدا يعني ومتميز يعني نجح آه يعني طبعا الفضل للأستاذ أشرع الباقي طبعا أكيد يعني أكيد أستاذ بيطلع جيل جديد يعني يعني شايف المجموعة بتاعته كلها جموعة محترمة جدا يعني إحنا بنقول إن ذاك الشبل من هذا الأسد أو هذا الشبل من ذاك الأسد نرجع بقى لأينشتاين ده إحنا بنكلم على ذكاء دلوقتي هل قص يعني تصريحة أينشتاين دي بالترجم اللي بابا بيقوله اللي هو أنت زاكي جدا ومش بتذاكر كتير ومتفوق وإي القصة دي إيه الترتيب دي لا خالص ولا لا مش موضوع أينشتاين خالص ده إحنا بشكل الإحنا بشكل طب حكي لي بقى قصة الطب وإن أنت اخترت الطب بصراحة يعني اخترتها عشان ترضي بابا ولا لا خالص أنا من وانا عندي مثلا خمس سنين كنت بروح مع والدي المستشفى بروح معي العيادة كان بيخدني معي للشغل أنا كنت بشبط فيه هو نازل فأنا اتولدت يعني على العالم ده على الطب بروس معي على الصناور باتكلم مع البيشنت بحزر مع الموجودين في المستشفى في العيادة فأنا حبيت المجال أصلا من وانا صغير مش فرقة هو أنت لازم تطلع زيي وكده لا ما هو أكيد أكيد لما بقى الشخص ناجح في مجاله بيبقى عايز ابنه يطلع زيه علشان بيوفر عليه صحيح بيوفر عليه وقت كتير طيام كتير جدا بس ده بلاس إن أنا حبيت الموضوع طبعا وإن أنا أنت دارس نفس تخصص والدك ها؟ اللي هو بطنة وقل أنا حالين أدرس بطنة وبدرس حاجة إني برضو بتدرس يعني أنت لسه في فترة الدراسة بصي أنا في امتياز أوكي أنا حالين في امتياز بس أنا عارف يعني طب دي العمر بيروح فيها تقريبا يعني اللي هو سبعة سنين ومش عارفة يعني مش زي الكليات العديدة يعني سبعة سنين دول بس لسه فيه بائوا أكتر كمان يعني إني في صور عمليني عمالة تعدي علينا كده أنا مش هزال فرصة تفوتنا برده أي صورة الحلوة دي؟ ده أنا كنت مع بابا في العيادة وكنت باخد سالفي صورة قبل أيوة باخد سالفي هو مش واخد بلو بخت سالفي ما فبص ، بص على البته هيو هنا مش واخد بلو برده يعني ايه دي مين كان بيصورك وبعد حد كان بيصورك؟ والدتي تمام بتكون معانا برضو في هي دكتورة برضو؟ لا مش مش دكتورة هي في التربية والتعليم بس هي بت موجودة برضو معانا بتساعد طب ايه السورة دي؟ انت بتعمل عمليات؟ ده جراحة بقى لا بتهرج انت بتعمل جراحة عمليات جراحية؟ برضو مع دكتور أسامة طهر جراحة سمنة فباخد فكرة برضو هنا في حيث موضوع جراحة وفي البطن يعني لا انا عايز افهم اكتر يعني دكتور ابرام الفنان الدكتور ابرام انت في الاخر هتتتخصص في ايه؟ جراحة سمنة ولا بطنة وقلب ولا ايه؟ يعني يعني انت تخصص؟ تشايف ايه؟ ده لسه بياخد رأيك؟ اه طبعا. طب ايه دكتور؟ هو البطنة اساس لاي حاجة اه لكن انا شايف ان هو مغاوي ان هو موضوع الجراحة ده فان برضو مش معطل يعني مش مش معطل انا مش شجعه لكن هو عنده مرامات كويسة اوه في البطنة وفي القلب يعني وده هيفعله حساعده في شغله اللي هو حتى بقى جراحة كويس ده هيمفعله في شغله جدا يعني هيبقى دكتور فاهم يكتب اتركاء العيان غير ايده في العمليات الكويسة يعني يعني هو المبسطين مني وتيم بتاعه جدا يعني طيب إبرام بقى الشاطر في الدراسة إبرام الطالب أنت كنت أي نوع من الشخصيات يعني وإحنا صغارين طول عمرنا كنا بنقابل السهون ده اللي بيقعد يلعب كرة في الشارع طول الوقت واللي بيجيب أعلى الدرجات أنت شكلك كده 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 منه ده لحد ما بسم كده سهون والله يعني صحابك كان يقولوا عليك إيه قعد يلعب معنا كرة طول الليل وفي الآخر هو نجح وحلا سقطنا كده يعني لا هم تعودوا يعني هم كانوا تعودوا إذا كنت تعمل ده إزاي يعني تاتش وود طبعا فيه ناس بتقعد يعني يتذاكر عشرين ساعة وتيجي يعني قدام ورقة الامتحان وتلاقي حاجات تراحت من دماغه وعرفين إحنا المأساة دي أولا أنا كنت يعني متربي أن أنا لازم عندي حصة في المدرسة لازم أمركز مع المدرسة اللي شغل تمام فأنا كنت بقى خارج من الحصة فهم الدرس بيقول إيه كنت بروح طبعا كان بابا بيذاكر لي لو ما هو بيذاكر لي تمام فما كانوش بيعدوا حاجة مين اللي علمك بقى الحتة دي يا إبرام يعني دي فرصة وإحنا في موسم امتحاناته يعني كل بيتفرج علينا يتعلم منك الوصفة دي أو النصيحة دي أو التوليفة دي لأنه كلنا كنا بنروح المدرسة قبل نقعد نهزر بصراحة يعني كنا بنهزر كتير كلنا بنهزر يعني مش كل الطلبة بيبقى عندهم القدرة على أن هم يركزوا مع المدرس يعني مين اللي علمك الحتة دي أنه أنا حاوت في الحصة وحركز لأ حيما يعني محدش علمها يعني لوحدك كده بصي أنا برضو يمكن أكون محظوظ شوية لأن أنا كنت في مدرسة معظم المدرسين اللي فيها كانوا شاطرين جد في كل المواد فكان المدرس اللي بيخوش كان غصب عني لازم أركز معاه لأنه هو عنده طريقة في الكائل الدرس بتاعه وبيقول معلمات كويسة فأسماع الدرس وأركز فيه بس هاي دي الفكرة ده بالنسبة لأنا أنا مش عارف كنت تذكر كم ساعة في اليوم بقى مثلا لا مش مش أكتر من ثلاث ساعة مثلا إذا أنت عملت كده إزاي أنا بقول لي كواب موضوع كله أنا ببقى جاي من المدرسة مذاكر اللي هي التركيز يعني السر كله في التركيز في اللحظة بس طبعا شوية اللي هما بيبقوا قبل الامتحان دول ما فهمش هزاري آخر شهر ده هلو أنت في فترة الدراسة في المدرسة كنت قرازي يراسم لنفسك أن أنت حتدخل طب ولا ما كنتش لسه عايز تفكر في حتة الجامعة اللي حتدخلها لا من نسبة كبيرة كنت عايزة هيا للطب بالفعل يا بحبيبي تا مش هتقصر على مذاكرتك قالي نا إن شاء الله بابا مش هتقصر ومذاكرتك بتعلقش وفعلا هو بينجح والحمد لله بيجيب تأديل كويس وطول عمره كان كده برضو يعني هو كان هو في مدرسة كان يلعب كرة كتير وكان مذاكر أقل من زواله كتير قوي وممتد هو أقلقنا وبإنه في الأخيات اللي بيطلع الأول لع المدرسة وطول عمره ما تقلقش سبي سبي هل في اللحظة دي ما قلقتش مثلا إنه هو ممكن مع الوقت والأضواء والشهرة وخصوصا إن دي شغلانة إحنا عارفين إن هي بتحرق وقت كتير ممكن تاخده من الطب بقى خلاص والكارير ده حقيقة أنا قلقته طبعا بس هو يعني بيشوف أعماله بلايه إن هو ماشى في الأتنين سرعة يعني بيذاكر وبيتعلم معي بييجي معي العيادة وتعلم طب وعينه هو متواضع مع الناس جدا يعني العينين بيحبوه مين اللي كان فرحان بتطلب بتاعته في تياتر مصر أكتر حضرتك ولا والدته نا والدته والدته داي من الأم هي اللي بتبقى والدته طبعا طب يعني لو بدت تحس في وقت من الأوقات إنه التمثيل بدأ ياخده عن كرير الطب هتعمل إيه يعني هل خلاص ساعتها بقى هتقول خلاص عمل اللي عليه وخدش أنا عليها النصيحة والرشاد بس لكن بسيبه في الآخر يعمل اللي هو عايزه عشان ما بقاش يعمل حاجة أنا عايزه يعمل حاجة بحبا يعني مش هتبقى زعلين لو هو أنا ما زعلش لكن لأنه هو أنا شايفه أنه يعني مش في الأتنين كويس برضو التمثيل ما رهبش يعني 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 بموسين كانوا دكات لو وشتغلوا في التمثيل وبعين سابوا التمثيل بعد كده أو يعني ما بقاش فيه الدوق عليهم يعني فهيتعود له بقى مهنته اللي هو بتعلمها وبعين شايفه هو غاوي يطبه وغاوي جراحه وغاوي يطبطنه يعني عنده استعداد يتعلم وعنده استعد يزود معلومات وعنده استعد يدرس في الوقت نفسه بيحب التمثيل جدا فماقدرش أبنع عن حاجة منهم يعني هي موهبة ندرة في الحقيقة يعني احنا نشوف العلم والفن يجتمعون ومشيين مع بعض كده يعني دي حالة عالي يعني ما تكبرش الموضوع لا والله لا لازم تكبره لأنه ده شفناهش قبل كده دايما تلاقي في الآخر في مجال بيغلب على مجال تاني والله يعني يعني اعتبر برضه لسه في البداية يعني لسه بص بق انت هتشرح لي كده يعني احنا دايما اي حد فنان بتبقى موهبته وظهر من وهو طفل في البيت واهله رعوا هزي الموهبة وان هو فنان انت ازاي قدرت تتخبي ده اصلا عن الاهل يعني ازاي قدرت تتخبي كل وانت اكتشفت ان انت عندك ميول فنية ولا اي حاجة على فكرة انا كنت في البيت هادي يعني انا انا كنت انا الهادي اخوي صغير هو هو اللي موهبته اصلا بين اكتر عني اصلا اه حتى انا كنت في المدرسة او في الكلية كنت مش مش سوشيال اوي او يعني متفحالي يعني فهمها عكس تماما ما اي حد ممكن يتخيلك بعد ما يشوف بص هي فكرة بلاس الدراسة بيبقى فيه دايما فيه طاقة زيادة يروح بيبقى عايز تطلع تماما فانا اتجاهت المسرح في الكلية علشان خاطر اطلع على الطاقة دي يعني يعني بداية ان انت تعبر عن هذي الموهبة كان مسرح الجامعة مسرح الجامعة اه طب احكي لنا بقى نقطة التحول الاولى ومرحلة تياتر مصر والفنان اشرف عبدالباقي جات لك ازاي الفرصة دي بصي انا كنت شغال مسرحية في الجامعة اخرج استاذ محمد الصغير تمام استاذ محمد الصغير هو مخرج تياتر مصر اول نوس خليف اول سيزن ليل استاذ محمد الصغير لما جات له الفرصة دي اه كلمني انا كلمنيش لوعدي انا وبشوي وحالي ان احنا التلاتة اه في كل الطب واحنا التلاتة رحنا تياتر مصر او اشتغلنا في تياتر مصر في اسمه الاولاني اه وهناك استاذ اشرف يعني قال لنا ارتاج له حاجة كان ساعتا كنا بنعمل اول مسرحية اسمها وااسلامية وااسلامية ومصر محسودة اه ففي كل مسرحية منهم ده برضو الحظ يعني اه كان فيه مشهد فاضي كان كلهم تسكنوا في الادوار بتاعتهم اه وكان فاضي المشهد ده فاستاذ محمد صغير عرض على استاذ اشرف قال له على فكرة بشوي وابرام وحامد بيمثله اه ايه رأيك فاستاذ اشرف اه رحب جدا اه وقال لنا يلا ارتاج له حاجة واروهاني مفيش يعني خمس دايق طبعا احنا احنا اتصدمنا وتفجيئنا وتخضينا ومفرق يعني عارفة مشاعر كده كتير مختلطة كده بالضبط مشاعر كده ما حادش فاهمها تمام وعرضنا عليه المشهد وهو من نفسه قال له طيب انتم معينا خلاص في الفرقة المشهد اللي ارتجلته كان كوميديا ولا تراجدي ولا انت عد عليك المشهد تراجدي في مصرح مصر أو تياتر مش حاجة كوميدي صح؟ يعني الحاجات اللي انت كنت قريدي شغال عليها مكتش كوميدي كنا عاملين الفيلم بتاعوها اسلامية اللي هو انت تفرجت على اول مسحية خالص عملناها كنا عاملينها كوميدي آه يعني انت كنت بتعملوا لشكل كوميدي بتاع الموضوع آه أوكي يعني هون قريدي جاي عايز ناس بتقدي كوميدي بالفعل بالضبط وإحنا كنا في مسرح الجامعة كنا متعويدين على السيستم ده أصلا يعني كان أستاذ محمد صغير برضو كان مدربنا على الموضوع ده فكان الموضوع بنسبانا ما كانش صعب بس فهموا بقى الرهبة أستاذ أشرف عبدالباقي وكده يعني بيحسب لأستاذ أشرف عبدالباقي أنه أحيا في أزهان الناس المسرح كان فيه فترة صراحة يعني احنا نسينا المسرح خالص يمكن حتى هو والانتعاش اللي عملوا في القطاع الخاص في المسرح حتى خلى ناس كمان تبتدي تنتبه للعروض اللي هي المسرح القومي والحكومي ورغم كده عملاق آخر من عمليقة المسرح ربنا يديلو الصحة والطول لأستاذ الفنان محمد صبحي كان ليه رأي شوية سلبي عن تياتر مصر أو فكرة مصرح مصر وبيقول اللي بيتقدم ده يعني سكتشات يعني ده ده ملوش علاقة بالمسرح ده مش مسرح ده سكتشات ده قلش ده استقبلت الرأي ده ازاي وخصوصا انه جاي من حد ليه تاريخ في المسرح ونجح في المسرح مش بس مجرد ممثل المسرحي عادي مدرسة يعني قايمة في حد زادها الرأي ده كان صداقي عندك أو هذا التصريح بصي هو كان يعني أنا مش حد ان ارد على استاذ محمد صبحي هو استاذ أشرف ردي يعني استاذ بيرد على استاذ وكان رد منطقي بصراحة كان ايه الرد نفكر مشاهدينا كده انا اشفكر ردي برضو بالنص بس مغزاء ومعنات باتخذش عليها كلام اه لأ كان بمعنى ايه يعني كان فيما معنات ان احنا كنا بنمثل على خشبة مسرح وفي جمهور حي بيتفرج علينا فدي دي شروط المسرح ان انت بتبقى بتقريدي على خشبة مسرح وفي جمهور بتفرج عليك ممكن يكون الشكل مختلف المسرح اللي احنا كنا متعودين عليه المسرح هي اللي هي من 3 فصول مدتها 3 ساعات بس في update بيحصل في الزمن الزمن الريد بتاع الزمن بيبقى قصرة فالناس ما بقتش قادرة انها تتفرج على مدتها 3 ساعات هي دي الفكرة طيب داي يمكن حيخليني بقى اروح برضو لدكتور سمير يعني هل حضرتك بيبقى فيه معوقف بتقعد كده مع إبرام انت وهو حضرتك وهو يعني تتنقش في الأمور الفنية زي مثلا التصريح بتاع الفنان محمد صبح هل حضرتك بتهتم انك تشوف مثلا الفيدباك على أداء إبرام الناحية الفنية بقى او الفيدباك اللي على أعماله الفنية بيهمك ان انت تتطلع عليها وبنقشها معايا اكيد طبعا بس هو إبرام ما بيمثلش على فكرة هو إبرام طبيعته كده هو طبيعته كده في البيت بس هو بيقول انا كنت هادي واحنا بنشوفوش هو في البيت هادي بس هو يعني ليه إفات كده بيعود يعني بليه بيتحك مع أخوه واتحك معانا تلقائي يعني هو مش طبعا في البيت ما بيمثلش طبعا بشوف التليفزيون حتى بحس انه ما بيمثلش وقول طبيعته طبعا ابرام اللي انا عرفه من صغره يعني وكنت عادة تنقر يعني قولي ابرام بس يعني انه شايف ان مسرحات ما يكون فيها يكون حاجة هاتفة بتبقى أحسن يعني طبعا المسرحية انه تبسط الناس وطلعهم السوعة ده في الآخر دي الرسالة وهو عندهم المسرح بتاعهم ما هوش يعني مسرح محترم مفوش اسفاف مفوش كلمات خارجة يعني يعني ازاي ازاي استقبلت التعليق بتاع الفنان محمد صبحي على فكرة المسرح تياتر ومصر انا طبعا مش يعني ما احترام من طورها الاستاذ محمد صبحي يعني لكن كل وقت وله ليه المجال بتاع وليه الفن وليه الجمهور بتاعه يعني يعني ما دارش رمسها ثلاث ساعات مثلا يعني هم بيعملوا بيعملوا حاجات خفيفة وخطالفة فده بالنسبة للشعب حتى المتفرج طبع حاجة مبسيطة حاجة مريحة يعني فأنا مش شايف ان هم ده لا هو فن طبعا حضرتك كان عندك ميول فنية وانت صغير في سن إبران مثلا وقررت انه لا انا حركز في الطب حقيقي لأ دم دي مفاجأة يعني طب كنت عايز تبقى ممثل برضو لا لا ما فكرتش نعمل كده برضو تعمله مشاهد مشاهد وبتاع ونعمل نعمل إفات مع بعض مش عارف إيه بس مكنش في دماغي انه ناخش تمثيل أصلا ولا انه كل دماغي كان في الطب وخلاص انا مرضو ما استغلطتش برضو فيه نوع من الجينات يعني اه اكيد مش كده يعني كنت بقى شوف إبرام هو صغير بيلعب كورة كنت ليه أعمال مسلسلات وأفلام أيضا بتحب أداة أكتر على المسرح ولا في المسلسلات ولا مستخدم أنا أحب في أي حاجة أعمالها إبرام بس لأ بتهيالي كده إبرام بقى يعني خلاص بقى صح يعني كده خدنا رضا الوالد تماما دي أهم حاجة عليك احكيلي عن كواليس يعني يمكن الناس عايزة تعرف كواليس تياتر مصر يعني يمكن أنا حضرت برضو مصرحين مصرحية بمصرح مصر وبشوف قد خفة الدم والرشاقة في الأداة وتلقائية زي ما حضرتك قول بقول أكيد الكواليس حاجة يعني تهلك من الضحك المصرح عاش في المئة من الكواليس مش كده اه احكي لنا بقى كواليس تبقى أجواء عاملة زي ما بينكم وبين بعض على فكرة الكواليس يعني زي ما بقولك هي عاش في مئة المصر عاش في مئة من الكواليس بس معظم شخصياتنا اللي على المصرح قريبة جدا من الكواليس يعني هتلاقي مثلا حمد مرغاني طول الوقت بيتكلم طول الوقت بديش برصة ربيع زي ما هو اه اه انا زي ما بقولك انا لحد اللحظة دي انا اتلاقيني في الكواليس هادي اهد محالي الكلامي مش كتير زي المصرح بس بس هو استاذ اشرف هو بصراحة هو مصدر الحالة او الكواليس اللي معمولة سواء في الكواليس او على الخشب بصراحة ازاي عمل ده يعني خلينا نقول اه فعلا الادارة بتفرق مئة وتمانين درجة في روح العاملين يعني انا يبقى تبع سياسة فرق تسود وخلي الجو محتقن ما بين الناس يا بديهم الاريحية يكونوا نفسهم هو ازاي عمل ده وستاذ اشرف بيكسر حتة يعني بيكسر الرسميات شوية في التعامل اللي بتعامل مع استاذ اشرف بيحسه اخوك كبير والده حد منه يعني دايما دي تبقى المعاملة اي نكمين يعني مش احنا بس المصرح بس فيه مثلا هقولك فيه ادارجي يخاف يلعب اللعبة دي مع الموظفين بتقول ليكسروا حاجز الاحترام يعني يقولك لا لازم دايما يبقوا تفتكر ان دي كتا اول مرة اللعبة وستاذ اشرف اكيد لا ما هو ده لانا بقوله ازاي بقى تتلاعب اللعبة دي بشكل عبقري انا انا اشتغلت مع المسلسل اسماعيل ازيزو هي نفس نفس الحالة باختلاف الكرو الكروه تاني مختلف تماما فعلا انا كنت لسه اسألك السؤال ده يعني الفرق ما بين تكنيك الاداء المسرحية واداء المسلسل او الفيلم مش عال الاداء على الكواليس على روح الكروه كله استاذ اشرف ما ينفعش يعد يأكل لوحده لازم وقت الاكل او وقت البريك كل المجموعة ما ده بتأكل من اصغر راس لأكبر راس فيه دي وناس كلها زي بعض كله زي بعض فعلا خلي معلك المسرح مش ممثلين بس احنا فيه عندنا مثلا فيه طاق مكبير جدا من العمال من الفانين من طاق ديكور وفيه كل دول كل دول بينا وبين بعضينا متعامل فعلا كأننا عيلة وهو ده سر النجاح اللي بيبقى قدام الكاميرا في الحقيقة يعني انه في الاخر عمل الجماعي ماينفعش حد ينسب النجاح ليه هو الواحد يعني الجديد بقى اللي بيحضر له إبرام وعايز عرف انت استمتعت اكتر بتجربة الدراما ولا بتجربة المسرح بصي كل حاجة اللي هي متعتها بصراح انا بحب ده وبحب ده بس المسرح زي ما بيقوله هو ابو الفنون يعني اللي ده المسرح ويف على خشمة المسرح ما يعرفش يبطل الصبغة الكوميدية لو تعرض عليك مسرح تاريخي وقصة أدب شاكسبير والحاجات الجد أو التقيل اللي تعملها ولا تقول لا مش ملعبي وأنا حابب اعملها ما منعش ليه يعني يعني مش خايف يعني سقدر تجهز لها دي لغة عربية على فكرة وحاجة جد قوي وكآبة وميلو دراما لغة عربية كويس جدا في مسرح الجمع كنا بنعمل لغة عربية عرضنا لغة عربية يعني انت جاهز للميلو دراما كمان لو في حاجة ميلو دراما دايس فيها برضو اه طبعا دايس فيها حاجة طب هاي الجديد بقى ايه اللي جاي الجديد اللي جاي الجديد لوكاندا بيتعرض هوا مهم بناسهل كده ويعني نشوف لحد آخر سيزن الأخبار ايه مهم لوكاندا حلقات مختلفة مش كده يعني حلقات هوشتكم مسرحة مهم بمعنى زي رجل ست ستات نفس هذي التجربة كده بالزبط بس على مسرح حلو ده هي توليفة جديد طبعا مهم وعدد الحلقات متحدد قد ايه ولا هي انتو شغالين طول ما انتو شغالين أو بالسيزن يعني السيزن المفروض فيه كم حلقة اش عارف انت اي حلقة بحلقة كده يعني شغال يعني انت دلوقتي في اللوكاندا شغالين في اللوكاندا شغالين اه في حاجة تانية جديدة ولا انت كل تركيزك في اللوكاندا دلوقتي شغال خلصت فيلم مفروضة تعريض قريب لسه ما عرفش فعلا فيلم اسمه باركود الدور طالع فيه كوميدي برضو ولا مختلف هو لايت كوميدي مش كوميدي يعني مش كوميدي كوميدي اوكي وبقى شغال دلوقتي مسلسل اسمه مزاد الشر مزاد الشر بعمل فيه حاجة مش كوميدي خالص يعني احنا هنشوف ابرام سمير في شكل مختلف بس ربنا صحيح طب هايل دكتور سمير ايه النصيحة لتوجيها لكل الاباء يعني يمكن ناس كتير قوي كانوا ضحايا اهلهم ان هما قتلوا فيهم فن قتلوا فيهم رياضة في سبيل لانه لأ شهادتك او بيبقى غصبا عنهم يعني هو خوفهم بس عليهم ان هما ما ياخدوش شهادتهم ما ينجحوش في الحياة فحضرتك ليك تجربة مختلفة مع ابرام فايه النصيحة لتوجيها النجاح لابنك مش انت طيب عايز منه ايه هو عايز ايه يعني تشجعه طالما انت شافه ماشي صح مهم ان كانت الموهبة اللي عنده لازم تشجعه عليها تطلع لجوه تطلع الموهبة لجوه هيبقى انسان نجح كويس او يعني ممكن نبقى دكتور فاشل ما عم بقاشوش عامل حاجة ممكن نبقى فاجنان نجح جدا او رسام كويس او لأ احسن له ما ياخد مهنة هو ما بحبهاش دي نصيحة لكل لأي حقبه في الدنيا لاني حازين نشجع البلد كلها كمان لازم نشجع الشباب بتاعنا واطفالنا ونزر الموهب اللي فيهم لاني كل كل انسان ربنا اديله موهبة فلازم احسن نشجحها عشان نطلع لجوه سر النجح العالم كله او الدول متقدمة ايه لاني كل واحد بيطلع الموهب اللي عنده ويمارس العالم العمل اللي هو بيحبه فكله بينجح فدي نصيحة لأي حد يعني ما تقولش انت عايز ايه من ابنك هو عايز ايه يعني دي اقوى نصيحة وخير ختام في الحقيقة للفقرة دي وانا سعدت بيكم جدا ومتشرفة بيكم جد ومبسوطة بالنموذج الايجابي العظيم ده بجد بجد بشكرك شكرا جزيلا دكتور سمير جميل طبيب البطنة والقلب ووالد الفنان والطبيب ابرام سمير ابرام سمير الفنان والطبيب بشكرك شكرا جزيلا بشكر حضراتكم وانورتونا وكنتوا قد ايه ملهمين للمشاهدين والشباب والأسرة كلها بشكرك شكرا جزيلا بشكركم مشاهدينا سيبكم دلوقتي مع تواصل ونرجع بفقرتنا الحوارية التانية والخاصة بتضيف الغلس الداخل على الكوكب الكورونا خليكم معنا اهلا بحضراتكم من جديد رجعنا لكم في اخر فقراتنا وفقرة مهمة جدا وهي عن هذا الضيف السقيل الظل الكورونا شفنا الفترة اللي فاتت للأسف وفات عدد كبير جدا من المشاهير والشخصيات العامة ولسه اخرهم كنا بنتكلم عن الرحيلة ملك اسماعيل والراحل الكاتب الصحفي عباس الترابيلي نتيجة اصابتهم بفيروس كورونا ويمكن كمان شوفنا زي ما حضراتكم تبعتم طبعا والعالم العربي كله تابع رحيل الفنان الكبير يوسف شعبان الحقيقة واضح ان هذا الفيروس رجع يتوحش مرة تانية الاعداد بدأت تزيد مرة تانية فيه كلام كتير على ان فيه موجة كمان تالتة لهذا الفيروس ازاي بقى نحمي نفسنا واهلنا ازاي نستعد للموجة التالتة وهل ده كلام صحيح ولا شائعة او بالنسبة حتى للواذر بتاعنا او الجو بتاعنا فمصر ده اللي هنعرفه من خلال ضفتنا دكتور كريمة الشامي الاستاذ بجامعة المنصورة ومستشار مكافحة العدوى صباح الورد على حضرتك ودائما بتنورينا نبدأ في البداية ويمكن دي كانت النقطة اللي حضرتك كنت حريصة عليها الخوف او الفزع اللي عند البعض من اصلا ان هو يتعطى اللقاح طيب احنا نتفق الاول ان اللقاح ما هواش حماية كاملة يعني ايه يعني مش كل حد هياخد اللقاح هيبقى محمي او مش هيجيله المرض اللقاح ده كوقاية زي ايه زي ما انا بعمل الاجراءات الوقائية والاحترازية واللقاح ما هواش بيولد اجسام مضادة عند الكل زي بعضين يعني فيه حد بيستجيب بنسبة كويسة وحد ما بيستجيبش خالص وحد بيستجيب نص ونص فاللقاح وقاية جزئية تمام الناس ليه خايفة من اللقاح اولا انا عاوز اقول ان اللقاح كون ان احنا نغدو في الفترة دي هو حماية لينا مش معنى ان احنا ان فيه ناس بتخوفنا او فيه ناس بتهدف ان هما يعملوا توطر وبلبلة عشان الناس ما تاخدش اللقاح ودي بتبقى ناس هدفة لكن لو انا عاوز اقول لحضرتك ان مثلا انواع اللقاحات كتير احنا لما مصر بتيجي بتختار اللقاح بيبقى فيه لجنة بتقعد كده مع بعضيها لجنة علمية وبتقعد تختار انهي مناسب للبلد بحيث ان هو الامان والفعالية الامان كون ان هي الاف دي اي اعطت تصريح لاستخدام بتاع الطوارئ فده في حد ذاته امان تمام نيجي للفعالية الفعالية كل اللقاح بيختلف عن التاني فمثلا السينوفارم الفعالية بتاعته 86% بقية الانواع التانية بتختلف فيه 95% وفيه حاجة و60% احنا بقى في مصر لما بنيجي نختار اللقاح بنختار على اساس ايه التداول بتاعه سهل بالنسبة لنا ولا لا التمن الامان الفعالية كل الحاجات دي لما جينا ان احنا نشوفها لقينا ان احنا سينوفارم تحديدا ده بالنسبة لنا احنا كويس ليه درجة الحرارة اللي بيتحفص فيه درجة الحرارة العادية اللي هي من 6 من 2 ل 8 درجة مقوين يعني معنى كده ان انا لما هجيب اللقاح ويدخل عندي ما هيحتاجش مشاكل ما هيبقاش فيه مشاكل انا هنقله من المكان دا للمكان دا في البوكسز بتاعت اللي زي ما كنا بننقل شلال الاطفال او يتحط في التلاجة العادية تمام ان هو امان يعني ايه امان حضرتك عارفة ان احنا استخدمنا لقاحات كتير زي شلال الاطفال والحسبة والانفلوانزا وي 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 فهو مصنع بنفس الطريقة التقليدية الكلاسيكية اللي ما فيهاش اي تغيير وبالتالي دا امان بالنسبة لنا ان حاجة متجربة قبل كده ما هياش حاجة جديدة ما فيهاش تكنولوجيا جديدة الحاجة التالتة لنحنا دخلنا احنا كمصريين في التجارب السريرية يعني لما كانت التجارب السريرية بتتعامل احنا دخلنا بتلات تلاف متطوع اتعامل عليهم الابحاث دي فمعنى كده ان هو بالنسبة لنا مناسب سعره مناسب طب التجارب دي يعني هل حصل بصبتها ما فيهاش وفاة ما فيهاش مشاكل الاصابات اللي تبلغت او الاعراض الجانبية اللي تبلغت حاجات بسيطة خالص زي اي طعم طيب احنا بنكلم على الاعراض الجانبية وبنؤكد على ده انه ما فيهاش وفاة لانه هي ناس كانت مخضوضة اكتر من قصة الوفاة او انه بقى فيه اصابة مستدامة بتعود تتابع الحالات اللي بتطعم كل الحالات اللي تبلغت يا اما فيه الم مكان التطعيم وده طبيعي احمرار مكان التطعيم وده برضو طبيعي واجع في الجسم العام وده طبيعي الفكرة كلها انه هو ما بيطولش لو الشخص لو الاعراض دي بتطول اكتر من ثلاثة ايام الشخص بيبلغ لكن لحد الوقت مفيش اي مشاكل طب هل التطعيم ده بيسيب العلامة الرزلة دي اللي عاملة زي التشوى اللي قد يحصل لا 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 ده بيبقى حقنا في العضل ما فيهاش حاجة خالص انا عاوز اقول الناس اللي كانت خافت من الزمان ان فيه حد مات من التطعيم دي كانوا من الناس اللي هم هم لما بيجوا يطعاموا بيدوا ليه الطعم لمجموعة وفيه ناس بتاخد برضو الطعم بس وهمي مية او محلول ملح اي حاجة فهو الشخص اللي مات كان من الناس اللي خده الطعم الوهمي اللي هو البلاسيبو البلاسيبو برافو فما كانش فيه اي حاجة فلازم الناس اطمئن ان احنا البلد لما بتجيب بتجيب حاجة بامان ده بالعكس احنا بنشكر الحكومة ان هي من اول الناس اللي حرصت ان هي تجيبتو عملي الشعب بتاعها تمام طيب خلينا نقول مصر وضعها ايه من هذا الفيروس دلوقتي يعني هل احنا دخلنا في مرحلة تانية ولا التالتة طيب تمام اولا احنا الوضع عندنا الوضع الوبائي في مصر الحمد لله بفضل الله وضع مستقر يعني ايه وضع مستقر يعني الاعداد بتاعتنا سواء كانت فيه تزبزب للعالي او الواطي ما فيهوش قلق ولا فيه اي مشاكل طالما هو في اقصى مراحل ارتفاع الاعداد بالضبط طالما هو الاعداد بتبقى بسيطة ما تقلقش يعني التزبزبات عندي بتبقى ايه 500 وحاجة بتبقى تتراوح في الخمسميات والاسبوع اللي فات من حوالي 3-4 ايام بدأت انها تبقى 600 وحاجة الاعداد دي برضو ما تخوفنيش للأعداد بسيطة اكسبتابول تمام اللي يخوفني ان تبقى حاجة عالية او قوي تمام دي حاجة الحاجة التانية انا عاوز اقول لحضرتك ان احنا وضعينا بالنسبة للعالم معقول يعني احنا بالنسبة للوفيات على مستوى العالمي رقم 7 قابلينا الصين وقابلينا كودفور احنا عايزين كمان نحط في الاعتبار ان احنا عندنا في مصر امراض مزمنة فده كمان بالضبط انا هقول لحضرتك فمعنى كده ان احنا نسبة الوفيات 7 على المستوى العالمي ويتش اس جد عندنا كمان بالنسبة للاصابات هما بيحسبوا الاصابات بالنسبة للمليون احنا عندنا 1817 لكل مليون يعني هنا النسبة كام النسبة برضو بسيطة ما هيش كتيرة النسبة تعداد بقى البلد بتاعتنا بالنسبة للدول احنا لو قلنا ان احنا عندنا مثلا 225 بلد على المستوى العالمي اصابه احنا رقم 66 فاحنا معنا كده ان احنا على المستوى العالمي كويسين الاعداد اللي هي بتتبلغ او اللي هي بتطلع في التلفزيون دي الحالات الايجابية اللي ثبت معمليا ان هي ايجابية لكن فيه ناس اكيد بيتعالجوا في البيوت وفيه ناس ما بتتبلغش في المستشفى لكن على المستوى العالمي احنا بلدنا بلد مستقر طيب احنا ايه قصة الموجة التانية والموجة التالتة وهل مصر دخلت في الموجة التالتة بالفعل؟ احنا حاليا احنا خلصنا زروة الموجة التانية تمام احنا في نهاية الموجة التانية ما نقدرش ان احنا برضو نقول ان احنا نهاية الموجة التانية عشان نهاية الموجة التانية احنا بنصفر واحنا لسه عندنا 500 و600 يعني ما نقدرش نقول احنا دخلنا في التالتة فاحنا الوضع بتاعنا مستقر لسه منزلناش بقى خالص تمام لكن احنا فيه توقع ان ممكن يحصل الموجة التالتة هيحصل على اي اساس وممكن ان احنا نتفادع متوقع امتى او في خلال قد ايه شو في حضرتك احنا دخلين احنا في مارس الوقت عندنا 21 مارس كل سنة وحضرتك طيبة بداية الربيع واول شهر ابرير بيبقى تغيير الفصول تغيير الفصول ده بيأصل على الجهاز التنفسي وتدول الفيروسات والحاجات اللي زي كده دي ان امرة واحد الحاجة التانية ان احنا دخلين كل سنة وحضرتك طيبة على شهر رمضان شهر رمضان يعني ايه بيبقى فيه الناس بقى بتروح تشتري وتتزاهم والعزومات ومش عارف ايه و ايه و ايه فاحنا احنا في ادنى ان احنا نتفادى الموجة التالتة يعني نسبة كبيرة من اللي هيؤدي للموجة التالتة في فيروس كورونا اولا 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 ان هيبقى فيه عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية و احنا متحكمين في الكلام ده بلبس الماسك والتباعد الجسدي عندنا وعي مجتمعي الوقت بقى كويس يبقى احنا لو التزمنا بالاجراءات الوقائية والاحترازية و اهمها لبس الماسك والتباعد الجسدي يبقى عندنا وعي ان الناس تبقى فاهمة وعرفة وعرفة الخطورة و بتتحاسب على اساس كده ان احنا التجمعات مهمة اوي اوي موضوع التجمعات اننا ما ينفعش اننا اعود في مكان فيه زحمة بدون ما يكون لبس الماسك اعود في مكان فيه زحمة والعزومات المنزلية ارجوكم معلش احنا عارفين ان هي اه اه او شهر رمضان يبقى احنا لو راح اشتري الحاجات بتاعتي ما فيش داعي ان انا اخذ ولادي معايا ما فيش داعي ان انا اعود في المكان كتير ابح محددة اولويات انا هجيب ايه وادخل وانا لبس الماسك اجري 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 جيب الحاجة ما فيش داعي ان انا اعزم حد ولا اختلط بحد ما عادش حد النهاردة بيستقبل ضيوف في بيته استقبال الضيوف ده في حد ذاته على فكرة بيبقى كارثة انا عايز اقولك في الدول الاوروبية الجار ممكن يبلغ عن جاره الغير ملتزم اللي هو مثلا يعني لو لو لقيت جارك عازم شلة دخل عليه في البيت لا بيبلغ عنه البوليس لانه هو كده بيأذي كل الناس اللي حواليه برر فيه اجراءات حاكمة حزمة جدا لدرجة ان لو فيه حد معموله عزل منزلي البوليس بيجي يعمل عليه تشيك راندم لي يعني في اي وقت لو ملقهوش موجود على فكرة بيبقى فيه غرامة جمدة جدا جدا عشان كده الناس بتلتزم احنا عاوزين ان احنا يبقى عندنا الوعي ان احنا نحمي نفسنا ازاي ونحمي قصرنا ازاي يبقى نتجنب التجمعات نتجنب الزيارات نلتزم ولبس الالتزام بالاجراءات الوقائية ده في حد ذاته مهمة او حتى لو كان الاشخاص موغدين التطعيم انا عايز اقول لحضرتك حاجة يعني يمكن من المشاهير اللي كانوا فعلا ده قدامي انا شفت ده قد ايه ملتزمين بالاجراءات الاحترازية والتباعد وحتى في عز المهرجان ما كانتش بتقلع الماسك ابدا وهي على الريد كاربت اصل هو هو هيجي منين لازم فيه غلطة حصلت والغلطة ما تبتاش غلطة بس واحدة يعني كوني ان حد خلي بال حضرتك ان ممكن اي شخص يتعرض لكورونا ويخف بدون ما حد يحس بيه خالص ولا يحتاج لمستشفى ولا يحتاج لعلاج وعشان كده احنا بنقول اكتر من 85% من الناس بيتعرضوا لكورونا وبيخفوا خالص 15% دولة 10% هم اللي بيحتاجوا مستشفى وال5% دول اللي بيحتاجوا العناية المركزة فمش كل حد اتعرض للكورونا بيحتاج مستشفى امتى ان انا اقول ان هي بقى اصيبت بجد ان هي تعرضت لتحمل الفيروس كتير قعدت مع ده شوية وخدت شوية قعدت مع ده دخلت في مكان زحمة مسكت حاجة وحطت ايديها على وشها كذا ما احنا على فكرة عندنا عادت ان احنا نحط ايدي على وشنا باستمرار وده اتعادة قاتلة هو الفيروس بيدخل منين من التلات اماكن دول عينين انف فم صحيح فمعنى كده ان كل ما كنت انا حريصة ان انا اتجنب ان انا ادعك عيني ان انا احط ايدي على وشي ده مهم او او يبقى تجنب ان انا احط ايدي على وشي مهم جدا جدا وخصوصا ان احنا طول ما احنا ماشيين بنلمس بنلمس اي حاجة بنلمس الاسانسير بنلمس السلم بنلمس اي حاجة ورق اي حاجة فتجنب ان انا احط ايدي على وشي تجنب الزحمة. حتى لو أنا خلي بالحضرتك تعافيت من الفيروس. التعافي من الفيروس ما بيحملش كلياتا. ده ممكن أي حد يصاب بعد أول مرة ممكن ياخد مرة واثنين كمان. فإحنا عاوزين نلتزم بالإجراءات الوقائية والاحترازية. النوم الكويس مهم قوي. والنوم ما يبقاش نومه بس. لا نوم بالليل عدد ساعات كفاية. نوم في هدوء وفي ظلمة. والشخص يكون مستريح البال. في ناس متعرفش تنامل لو هي فيه نور خافت أو تبقى مشغالة تلفزيون كمان قدام. لا ما هو ده غلط. يعني أنا لما بنام بنام في ظلمة. ظلمة. عشان ده بيقوي المناعة. طبعا عشان الأجهزة بتاعتنا بتشغل كويس في الهدوء وفي الظلمة. يبقى كم وكيف. عدد ساعات كفاية. والكيف إن أنا أنام في ظلمة وفي هدوء. ممكن أشغل مزيكة. وأنا راح أنام ونام عليها. عاوز أشغل إضاءة. تبقى إضاءة خافتة. يعني ممكن. يعني مفيش مشكلة أن الدنيا تكون ظلمة. لكن ممكن أشغل مزيكة خفيفة. طبعا. طبعا. ده بالعكس. ده دي تهدي الجهاز العصب وتبقى كويسة. صحيح. يبقى ممكن أشغل كرآن. ممكن أن أنا أشغل أي حاجة. حاجة بتراحي عصابي. يعني مزيكة أنا بإحساسي كده بارتح لها. النوم عدد ساعات كفاية ده بيقول جهاز المناع. الأكل الكويس. وبقولي الأكل الكويس. يعني إيه. نتجنب الأكل بتاع بره. اللي مليان كل شحوم وزيوت ومش عارف إيه. فدية كلها سلوكيات. الخضروات والفاكيه الفرش. سلوكيات غلط بتزود التعرض للإصابة أكتر. يبقى أنا لو هتجنب أن أنا أجيب الأكل من بره. مش لازم أن أنا على طول ممكن مرة كل فين وفين. يبقى إحنا أول نصيحة أن أنت تنام بدري. تنام ساعات كافية وفي الظلام. ما تبقاش نايم في نور علشان. كم لو كيف. عدد ساعات كفاية. وفي هدوء وفي ظلمة. وكون نايمة كده مسترياحة. لبان ما بهريش وانكت في نفسي. آه طبعا لازم دمواني جدا يكون. آه فيه. آه بالزبط. وتاني حاجة حدريك قلتي. الأغذية. اللي هي الغنية بالفيتامينات وإسلوب الحياة الصحية. البعد عن التدخين. خلي بالحضرتك إن الفيروس فيروس كورونا المستجد ده مزاجه الجهاز التنفسي. يعني هي الفيروسات دهها تخصصات. فيه مثلا بي و سي بيدخل على الكبد على طول. مكانه الكبد. لكن ده الجهاز التنفسي. ده بيخبط على الرئة على طول. بالضبط. يبقى معنى كده إيه اللي بيأثر على الرئة. يبقى لو حد مدخن وحد بيشرب شيشة دي كارثة. طبعا. ودي بتزود بقى عشان كده لما فيه حد بيتعرض مين ممكن أنه يصاب ويدخل على ناية المركزة وممكن مين اللي هو يبقى كويس. الناس المدخنين واللي بيهملوا في صحتهم حتى لو كان تدخين سلبي. دي ملحوظة مهمة أوي للناس اللي بتتحايل بقى على القانون وبتتحايل على الوضع وبتروح تشرب شيشة كده في الدراء. بالضبط. بالضبط. يعني لما الدولة بتقول ممنوع التجمعات والأهاوي والمقافيهات وعشان الشيشة والحاجة دي. مش عشان الشيشة بتتنقل من بقى ده لبقى ده. لأ عشان تأثير المواد على الرقتين. طبعا. فالناس بتستخبى وتدخل جوه وبيستخبى. آه يعني انت كمش بتخبى. مش ناصي. مش ناصي يعني. كده احنا بنقول الوعي المجتمعي والحرص ان انا مش عاوزة ان انا قلبس ماس عشان الغرامة بتاعت الدولة. لأ ده انا عاوزة ألبس ماس عشان ان انا احمي نفسي. ولما ألبس ماس ألبسه كويس. يعني ألبسه محكم. مش ان انا أنزله كده على تحت الأنف أو عن ددأني. صحيح. ما ينفعش. يلبسه يا ما ألبسوش. لما ألبسه ما يبقاش لبس زائف. يعني بتحكب على نفسي. لأ انا عاوزة ألبسه. ألبسه كويس. يبقى محكم. محكم يعني ايه؟ يعني لا يدخل هوى بحيث ان انا لو مصابة بعدش حد. او ان انا اخذ هوا من حد تاني. ونسيت يا دكتور نسيت حاجتي مهمين او يشرب المياه بكثرة والتعرض لأشعة الشمس والطبيعة. مهم جدا جدا. مهم او او الرياضة. ان انا قمشي شوية. يعني ما فضلش قاعدة بقى في البيت على طول. وخصوصا لو في حد بقى يعني من كبار السن او حاجة زي كده. قومي خروجي. اتماشي شوية. في الوقت اللي يكون كويس. بس لما تمشي ما تقابليش حد وتبصي وتبضوني. يعني احنا عاوزين ان احنا الكورونا دي جات غيرت من العادات الاجتماعية بتاعتنا. وعلى فكرة يعني. تبصوا الأحضان والسلامات. بضبط هي دفعتنا دفع للعادات الصحية السليمة. واللي كنا المفروض نكون عايشين عليها من الاول. يعني ما كانش لازم نستنى كارثة تحصل لنا عشان ننتقل. يعني غسيل الايدين. انا عاوز اقول الحال. غسيل الايدين من ابسط واسهل وارخص الطرق لمنع انتقال العدوى. لا وامرات كتير جدا. مش العدوى بس. ده في اليوم العالمي لغسيل العيدي. العدوى بأي حاجة. بأي صورة من السور. وغسيل الايدين اهم وسيلة لنقل العدوى. يعني الايد دي هي ممكن ان هي تبقى الواقي والسبب انتقال العدوى كمان. طبعا قلنا تقريبا كل النصائح. اللي تقالت واللي بتتقال واللي حتتقال. فيه الوقاية والالتزام ب الاجراءات الاحترازية والوقاية من هذا. كمان ان الناس اللي عندهم اصحاب مزمنة. يزبطوا نفسيهم. يعني اللي عنده ضغط اللي عنده سكر. السمنة وانا ملاحظة الوقتي ان ما شاء الله ما شاء الله الشعب المصري بقى عنده وعي حلو قوي قوي ان هو ينزل وزنه. فده حاجة كويسة طبعا لان خلي بالك فورمة السحل دي بقت حاجة اساسية عند الرجال والسيدات. فقالا بشكرك شكرا جزيلا. وان شاء الله ربنا يعدينا سلام ومعافين من هذا الوباء الهاجم البشرية بمناسبة طبعا اصابة المشاهير بتمنى الشفاء العاجل الاستاذي الاستاذ الاعلامي القدير والابراش ان شاء الله ويقوم ويرجع بألف سلامة وينور الشاشة مرة تانية. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة كريمة الشامي الاستاذ بجامعة المنصورة مستشار مكافحة العدو صباحك صباح الورد مشاهدين وصلنا نهاية حلقتنا من صباح الورد. كنت معكم مهبه ناسي صباحكم زي الفل.